الجانب الآخر وهو الجانب المهم جداً اللي احنا كنا نعيه من أول لحظة وتعيد دولة مصرية وهو الشق الآخر اللي هو أيضاً مرتبط بمصلحة المواطن المصري وهو الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران لأن الحقيقة يمكن ودي نقطة مهمة وأكيد كل المواطنين لحظوها معنا إن هناك تأثر شديد على مستوى العالم كله والاقتصادات العالم كله وكل دول العالم تأثرت تأثر شديد السلبية بموضوع ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية شديدة القسوة اللي خدتها العديد من الدول اللي وصلت بالدول دي لحد الإغلاق الكامل لكل مناحي الحياة فيها وابتدى يظهر تدعيات هذا الموضوع بصورة كبيرة جداً على اقتصاديات هذه الدول والبلاد الكبرى بالصورة اللي حضركم أكيد تبعناها في خلال الأيام القليلة الماضية إحنا في مصر ما عملناش هذا الموضوع وكنا حرسين جداً إن إحنا بنشدد على تطبيق إجراءات احترازية ولكن أيضاً في نفس الوقت كنا حرسين على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران وده اللي كان بيحصل من تشجيع وإن إحنا ناخد كل الإجراءات في قطاعات الصناعية المختلفة قطاعات الاقتصادية زي قطاع الصناعة كنا حرسين كل الحرس إنه يستمر العمل فيه على مدار اليوم لكن مع أخذ كل الإجراءات الاستباقية والاحترازية الخاصة بتأمين صحة العمال في المصانع بتاعتهم وده أعتقد انعكس في العديد من الزيارات الميدانية يعني سواء طبعاً فخامة الرئيس كان حريص إنه يقوم بيها وأيضاً الحكومة كلها بدءاً مننا شخصياً مع السادة الوزراء إن إحنا كنا بنزور مواقع العمل ونتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة علشان نضمن إن عجلة الاقتصاد بتستمر ولكن في نفس الوقت بنؤمن صحة المواطن المصري أيضاً قطاعات زي قطاع التشهيد والبناء كنا حرسين أيضاً على إن إحنا يستمر هذا القطاع في العمل والاستمرار في العمل بالصورة الجيدة اللي تؤمن برضو هذا القطاع المهم اللي بيكتزب عدد كبير جداً من العمالة المصرية والكلام ده برضو بيسري على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى اللي كنا حرسين كل الحرص على استمرار العمل فيها ولكن في نفس الوقت بنهتم بصحة المواطن والعامل المصري اللي بيعمل في هذه الأماكن الحقيقة إن هذا الكلام أنا حابب إن أنا كنت أقوله كمقدمة لأن العالم كله ابتدى في المرحلة الأخيرة هناك تغير نوعي حقيقي ابتدى يحدث في خلال الأيام الماضية في نظرة العالم تجاه مواجهة هذا الفيروس والحقيقة يمكن ابتدينا نلاحظ إن العديد من الدول بدأت تعلن صراحة عن بدء أخذ إجراءات نحو فتح أو تخفيف بعض القيود اللي كانت فرضاها علشان تسمح بعجلة الاقتصاد فيها إنها تدور مرة أخرى نتيجة لأن التوقف اللي حصل أدى إلى فقدان الملايين من مواطنيها لفرص العمل بتاعتهم وبالتالي ما بقاش قادرين إن هم يتواكبوا مع الأعراض الكبيرة اللي ابتدت تظهر في كل اقتصاديات هذه الدول وده الحقيقة يمكن اللي يعني أكد إن إحنا كنا من البداية كحكومة مصرية وكدولة مصرية المنهج اللي إحنا خدناه بالتوازن ومحاولة تحقيق هذا التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطن وأيضا عدم توقف دورة الاقتصاد المصري بالتأكيد كانت يعني قدتنا إن إحنا المجال إن إحنا نتحمل بصورة كبيرة كل التدعيات اللي ظهرت في خلال الفترة القادمة الماضية ولكن يمكن أنا عايز أأكد هنا إن الاقتصاد المصري والاقتصاد المصري زي وزي بقية اقتصاديات الدول يعني في عندنا الحياة تحديات كبيرة جدا وهناك يعني زي كل الدول هناك مشاكل بسبب توقف عجلة الاقتصاد ودوران عجلة العمل في قطاعات كثيرة جدا على سبيل المثال قطاعات زي السياحة زي الطيران زي قطاعات أخرى النهاردة ابتدت تتأثر بصورة شديدة جدا بالتأكيد ده ليه تدعياته الكبيرة اللي إحنا كنا من البداية عارفين ومدركين إن إحنا يعني حتحصل هذه المشاكل وهذه التحديات وبالتالي إحنا كان كل هدفنا نحقق أقل خسائر ممكنة على الاقتصاد المصري ولكن يعني إحنا نعي تماما إنه ستكون هناك بعض التكاليف الباهزة على الحكومة المصرية في تحمل التدعيات اللي إحنا كلنا النهاردة يعني العالم كله بيعاني منها من جراء الحياة وإرس كرون